صباح فول على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام مما لعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله هو الختام الرسمي للموسم الطويل دوت ومبارات الثلاثية إن شاء الله بعد ما تويغنا بدور الممتاز ودور أبطال أفريقيا والنهاردة إن شاء الله نهاي كاس مصر قدام طلاق الجيش اللي هيكون الساعة 8 بالليل على ملعب برج العرب في سكندرية وبنفكركم بالستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتين أيمن شاوئي وديو في الستوديو يلا بينا حياة فريقنا بيدخل ماتش النهاردة بعد ما عمل قامباك عظيمة جدا قدام الاتحاد السكندري في نص النهائي مباراة كانت صعبة وفريق الاتحاد قدم مباراة كبيرة وقدر يتقدم علينا بهدف مبكر في شوت الأول لكن فريقنا قدرت تلم نفسها كده وتفرض شخصيتها وأسلوبها على الفريق وكمان شفنا جمل فنية بنلعبها رغم صعوبة المباراة وكمان بقت أهم أسلحتنا في المباراة دي هي الكرات السابتة الحياة الفترة اللي فاتت فريقنا بيلعب الكور السابتة بشكل مميز جدا وشفنا في ماتش الزمالك لما جبنا جول عن طريق عمر السلية الهدف الأول وكمان بعد كده في ماتش الاتحاد السكندري جول أفشا جه من كورة سابتة وكمان الجول التاني بتاع حمدي فاتحي جاي من كورة سابتة طبعا النهاردة منطقي نشوف تغييرات في التشكيل بعد حالة الإرهاق اللي ظهرت على الفريق في الفترة اللي فاتت وكمان الصفقات الجديدة ما شاركتش في المباراة اللي فاتت كأساسيين وشفنا طاهر وصلاح محصن بيشاركوا كبودلة في الشوت التاني النهاردة ممكن نشوف حد من الصفقات الجديدة موجود وكمان الفترة اللي فاتت بمفكركم كان فيه كلام كتير قوي عن فرقتنا زي حسين الشحيات اللي الكاف أكد ان هو مش هيكون غايب عن ماتش السوبر الأفريقي وإيقافه هيكون ماتشين بس عن مباراة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد وكمان فيه لعيبة كتير مشيت من الفرقة زي أليو باجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ وبنتمنى لهم كل التوفيق في تجربتهم اللي جاية وان شاء الله النهاردة عندنا ثقة في كل لعيبتنا قدام طلاق الجيد طلاق الجيش الحقيقة رغم انه مقدمش موسم قوي على مستوى مسابقة الدوري اللي خلصها في المركز الـ 12 وتلقى 11 هزيمة في الموسم لكنه كان الحصان اللي سود في مسابقة الكاس السنة دي وضمن ما كانه في النهاية عن جدارة واستحقاء الفريق بدأ المسابقة كده على الهادي في دور الـ 32 بالفوز على دي كيرنس وفي دور الـ 16 على مصر المقصة بنفس النتيجة 1-0 لكنه في ربع نهاي قدر يخرج بيرامدز بعد ما انتهت الوقت الأصلي والإضافة للمباراة بالتعادل السلبي وقدر يخرجه برقلات الترجيح وجيبها قدام الزمالك وانفجر الحقيقة وقدم مباراة كبيرة جدا وقدر يكسب 3 واحد ليضمن مكانه في النهاية عن جدارة واستحقاء وكمان موجود في مسابقة السوبر المحلي ايا كانت نتيجة مطش النهاردة قدام فريقنا عشان زي ما احنا عارفين اللايحة بتقول ان السوبر هيكون بين بطل الدوري اللي هو النادي الاهلي وبطل الكاس اللي هو ان شاء الله يكون النادي الاهلي ولو ما كانش النادي الاهلي هيكون طلاق الجيش او وصيف النادي الاهلي في المباراة لو قدرنا انتوج بالبطلتين يعني والحياة فريقنا الموسم ده بيقدم مستوى مميز جدا وقدر يكسب مسابقة الدوري ودوري ابطال افريقيا والنهاردة بيلعب على السلسية في موسم الحقيقة تاريخي بيعوضنا عن كل الصعوبات اللي حصلت في بداية ونص الموسم وكمان في فترة التوقف الطويلة بسبب كورونا وهنلعب بداية الموسم اللي جاي ان شاء الله على مسابقة السوبر الافريقي والسوبر المحلي وكمان هنشارك في كاس العلم للاندية وقبل ما نقفل بمفكركم تشاركونا في التعليقات باختيار افضل لعب في النادي الموسم ده عشان نختار مع بعض نصر الموسم ويلا يا اهل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة